فيما يخص كيفية إزالة تأثير العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على إيران قال خامين إنه يتعين على إيران أن تولي أهمية لتبادلات الاقتصادية والتجارية مع جميع دول الجوار وأكد أن سياسة إيران الخارجية يجب أن لا تتأثر وترتبط بالقضية النووية بالإضافة إلى ذلك أشار خامين إلى أن الولايات المتحدة تصرفت بوقاحة بالغة وانسحبت من الاتفاق النووية ثم تتحدث كما لو كانت إيران هي التي انسحبت منها وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران وإنما طريقة الحديث اختلفت لا تختلف الإدارة الأمريكية الحالية عن الإدارة السابقة هذا يعني أن مطالب الولايات المتحدة الحالية بشأن القضية النووية هي نفس المطالب التي قدمتها إدارة ترامب في ذلك الوقت قال كبار المسؤولين لدينا إن مطالبهم غير ممكنة وغير منطقية واليوم يريدون نفس الشيء ولا يوجد فرق فهم يستخدمون تعبيرات مختلفة فقط إضافة إلى ذلك قال خامين إينا الولايات المتحدة لم تقدم أي مساهمة في تنمية أفغانستان وإن التفجيرات الأخيرة لمطار كابل جاءت نتيجة لاحتلال الجيش الأمريكي لأفغانستان لمدة عشرين عاما واضطهادها للشعب الأفغاني بشتى الطرق وأضف أن إيران وأفغانستان دولتان شقيقتهن وأنه آسف لما حدث للشعب الأفغاني فيما يتعلق بخضية أفغانستان نحن ندعم الشعب الأفغاني فالحكومات تأتي وتذهب وما يبقى هو الأمة الأفغانية وعلاقتنا مع الحكومة الأفغانية متوقفة على النهج الذي ستتبعه حكومة كابل تجاه طهران